عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي لجميل وبعد التداول في المستجدات أصدر البيان التالي يعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن المبادرات الداخلية والخارجية الساعية إلى تسريع انتخاب رئيس للجمهورية سيكون مصيرها الفشل إذا لم يقدم حزب الله وفريقه السياسي على ملاقات اللبنانيين إلى منتصف الطريق عبر التخلي عن مرشحه والذهاب إلى آخر يشكل نقطة التقاء بين جميع اللبنانيين ويحذر المكتب السياسي من استغلال حزب الله لهذه المبادرات لشراء الوقت وترهيب الأفريقاء وترغيبهم للخضوع لإرادته كما درجت عليه العادة تداول المكتب السياسي في المواقف التي تطلق تحت عنوان الشراكة واعتبر أنها على أهميتها لا يمكن أن تتحقق في ظل بلد مخطوف فعن أي شراكة نتحدث طالما أن القرار رهينة إرادة حزب الله ومن هنا يدعو المكتب السياسي إلى إنقاذ لبنان وتحريره من القبضة التي تطبق عليه قبل الذهاب إلى معالجة مواضيع النظام السياسي والشراكة في الوطن يرفض حزب الكتائب إلغاء الانتخابات البلدية تحت أي ذريعة ويحذر من خطورة الاستمرار في تأجيل الاستحقاقات الدستورية وإخراج لبنان من السياق الديمقراطي لإدارة البلد ويعتبر المكتب السياسي أن البلديات تشكل الإطار التنظيم الوحيد المتبقي والذي يمكن أن يؤمن الخدمات للناس في ظل دولة منهارة وعاجزة ويؤكد أن أي تعطيل للانتخابات سيحرم اللبنانيين من أبسط حقوقهم لا سيما في ظل وجود عشرات البلديات المنحلة والعاجزة عن القيام بدورها